الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة تعزيز العمل الجماعي والعاجل للتعامل مع تحدي تغير المناخ بما يعزز القدرة على ضمان التنمية المتوافقة مع البيئة والتي تحفظ كوكب الأرض وتتعامل مع ما تشهد الأجيال الحالية من أثار المناخية شديدة وخلال كلمة الرئيس السيسي أمام الجلسة الافتاحية الخاصة بإلقاء البيانات الوطنية بكوب 28 شدد الرئيس السيسي على مسؤولية القادة المجتمعين عن ضرورة التواصل لإجراءات تتفق مع تم التوافق عليها في باريس سواء ما يتعلق بالتجاوب مع التوصيات العلمية أو الالتزام بالمسؤوليات والتعهدات وفقا لقدرات كل دولة ودع الرئيس السيسي المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات أكثر طموحا في مؤتمر المناخ بدبي إضافة إلى توسيع نطاق المشاركة المجتمعية مجددا تأكيد التزام مصر بمواجهة تحدي تغير المناخ وعلى هامشيكوب 28 عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي جلسة مباحثات الموسعة مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أكد خلالها الرئيس السيسي حرص مصر على العمل على استمرار وتعزيز علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتترق اللقاء إلى قضية تغير المناخ وعدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك على رأسها مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية حيث أعرب الزعيمان عن الأسف الشديد لاستئناف القتال وسقوط المزيد من الضحايا المدنيين مؤكدين إدانة استهداف المدنيين وقتلهم على أي نحو بحث الرئيس السيسي ونظره الفرنسي إيمالويل ماكرون على هامشي أعمال كوب 28 سبل تعزيز العلاقات التنائية كما تنول اللقاء متابعة القضايا الدولية والإقليمية لسيما تغير المناخ والتصعيد في قطاع غزة حيث استعرض الرئيس السيسي رؤية مصر بشأن ضرورة وقف إطلاق النار والتوسع في إدخال المساعدة الإنسانية للقطاع كما التقى الرئيس السيسي على هامشي المؤتمر مع رئيس وزراء المملكة المتحدة ريشي سوناك حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون الثنائي والتنصيق السياسي وتترك أيضا اللقاء إلى تبادل الرؤى بخصوص تطورات العمل المناخية ومستجدات الأوضاع الراهنة في قطاع غزة يواصل المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 لليوم الثاني من التصويت كانت فعاليات اليوم الأول من تصويت المصريين بالخارج اختتمت في عدد من الدول حول العالم وفقا للتوقيت المحلي لها يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني في الأول والثاني والثالث من ديسمبر من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءا وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة تتابع غرفة عمليات حملة المرشح الرئاسي فريد زهران عملية تصويت المصريين في الخارج من خلال العديد من من دوبيها الموجودين في مراكز الاقتراع بكافة مدن العالم وقد تلقت الحملة صورا وفيديوهات توثق عملية تصويت العديد من المواطنين المصريين في الخارج لصالح المرشح فريد زهران ونشدت حملة المرشح فريد زهران المصريين بالخارج لاستمرار في الإقبال على التصويت باعتباره واجبا وحقا دستوريا أساسيا للمواطن وضمانا لتداول السلمي للسلطة وتحقيق التغيير الديمقراطي السلمي الآمن ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى أكثر من 200 شهيد غالبيتهم من النساء والأطفال وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفقا لبيانات صادرة عن المستشفيات العاملة في قطاع غزة بأنها استقبلت جثامين الشهداء بالإضافة إلى 589 جريحا ووصل مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلد بيت لهيا شمال قطاع غزة أكثر من 54 شهيدا كما وصل المستشفى المعمدني جثامين أكثر من 30 شهيدا جراء قصف الاحتلال في مدينة غزة خاصة حي الشجاعية وحي الزيتون ووصل إلى المستشفيات في جنوب قطاع غزة العشرات من الشهداء والجرحة كان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على قطاع غزة بعد دقائق من انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة والتي استمرت لأسبوع واحد فقط أكد وكيل الأمين العام لأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتون جرافيث أنه لا يوجد أي مكان آمن يمكن للسكان قطاع غزة ذهب إليه مشيرا إلى أنهم يعيشون في دائرة موت ودمار ومرض وأوضح المسؤول الأممي أن الوضع في خان يونس يعد تذكيرا صادما لما يحدث عندما لا تصمت الأسلحة مشيرا إلى أن عددا كبيرا استشهدوا وأصيبوا في غضون ساعة كما جاءت تعليمات للأسر مجددا بالإخلاء ولفت توكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إلى أن جميع سكان غزة وعلى رأسهم الأطفال والنساء والرجال يعيشون في رعبنا في الشهر الثاني من العدوان الإسرائيلي مشاهدين انتهى مجزء الثامنة ونعود مرة أخرى للزملاء لاستكمال باقي فقرات صباح الخيرية مصر شكرا لك يا لمية